أم نورة بن الإمارات تقول يعني تريد نصيحة لكل أرملة في تربية أطفالها الأيتام وكيف تتعامل معهم أختي أم نورة بارك الله فيك النصيحة طويلة لكن عموما على كل أرملة توفي عنها زوجها وخلف لها أطفالا أن تخلص النية وأن تصلح الطوية وأن تعلم بأن الله تعالى اختارها لمثل هذا الأمر حيث أنها تقوم بدور الأب وبدور الأم ليرفع الله درجتها وليعلي منزلتها وليعظم ثوابها عنده سبحانه وتعالى ولذلك الأرملة التي رزقت بأطفال وقامت عليهم خير القيام ربتهم على الصلاة وعلى حفظ القرآن وعلى ذكر الله وحصنتهم بالاستقامة ومنعت كل ما يؤثر على عقيدتهم وأفكارهم هذه أمرأة عظيمة في واقع الأمر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه بأنه وجد امرأة سفعاء الخدين عند باب الجنة فتزاحم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا سأل فقال هذه أم أيتام أو أرملة خلف زوجها أيتام فربتهم وقامت عليهم امتنعت عن الزواج امتنعت عن الزينة ولذلك يعني جندت حياتها ونفسها ووقتها كل لأطفالها فيعني الله عز وجل عوضها أنها تزاحم النبي عليه الصلاة والسلام عند باب الجنة وهذا لما أقول هذا الكلام لا يعني بأن الأرملة التي توفي عنها زوجها أنها مات تتزوج لا ما نقول هذا الكلام الصحابيات الجليلات كنا إذا مات أزواجه إذا كنا بعضهن إذا مات زوجها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يعني إذا انتهيت من العدة آذنيني أبلغيني وكانت تتعرض للخطاب ما في شيء لكن بعض النساء تقول لا والله أنا خلاص اكتفيت أنا أريد أن أقضي عمري كله لهؤلاء الأطفال ويطلع اللهم بالك الشافعي يتيم أم الشافعي وراء هذا الرجل العظيم الإمام أحمد وراءه أمه العظيمة هذه وراء هذا رجل العملاق لأن ربته واجتهدت عليه كثير من يعني العظماء اللي هم أنجم في سماء أهل الإسلام تجد سبحان الله وراه أم أرملة قالت لا ما أبغى تزوج أنا أبغى أجتهد على هذا الولد واجتهدت عليه وربته وعلمته وكذا وكذا حتى سبحان الله نفع الله به البلاد والعباد الله يبارك في الجميع وفقده وإياكم لكل خير